عندك السؤال ده المرة اللي فاتت و هسألو لك تاني دلوقتي مصطفى شبير سبع مباريات بشباك نظيفة في أفراقيا و دي حاجة انت اكيد عارف ان هي في منتهى الصعوبة حيو براس كبار عدو عن نادي الاقل ما عارفوش يعملو سبع مباريات عالتوالي بشباك نظيفة دي شنو رجع ان شنو ان شاء الله يبقى موجود خلاص هو بيتمرى مع الفرق و كل حاجة هزا شنو يلعب مطشن النهائي ولا مصطفى شبير لا مصطفى طبعا مصطفى طبعا بص هي لها حاجتين لها شقين لو انت مصطفى يصابت شنو دي كانت مثلا مطش و مطشين و الشنو رجع الطبيعي جدا ان هو الاساسي وبالزاد في حالس المرمى بيلعب ماشي لكن المدة طويلة قوي والولد يعني يعني دول مبشر و اثبت نفسه في اعز اقولك في ايه في يعني في مطشات صعبة جدا و في اختبارات صعبة جدا انت بتلعب يعني انت لعبت مزنبي في مزنبي ده اصعب مطش مو جي تلوه في حياتك اجواء صعبة جدا وملعب صعب جدا والجاملير تيحس انها قعدة فوقيك في الملعب الولد قدى بشكل كويس انا من العدل من العدل ان هو يكمل مطشين لكن طبعا ده مايقللش او من قومت الشنوى كلعيب ولعيب كبير في نادي الاهلي لكن من العدل ان الولد يكمل بطولة